عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم وذلك في إطار اهتمام التنسقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشرع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني تناولت الورشة عدة محاور منها المستهدف من العملية التعليمية وتحديات التعليم في مصر بالإضافة إلى متطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع مناقشة سبل سد عجز المعلمين وتأهيل ورفع قدراتهم وأوصلت الورشة بإجراء حصر لعجز المعلمين من واقع التخصصات مع ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بشكل قاطع من خلال تشريع بالإضافة إلى إنشاء مفوضية للتعليم وذلك لجميع الكيانات والهيئات المختصة بالتعليم وذلك إلى جانب ضرورة توفير مصادر تمويل بعيدة عن الموازنة العامة للدولة